الله أكبر 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 أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر نون الله أكبر الله أكبر من رب الله أكبر 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 سألهم أيهم بذلك ذعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا خادئين يوم يكشف عن ساقم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصف لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك من أبصيرهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله سمع الله لمن حمده الله 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 Allah 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 ترجمة نانسي قنقر 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 فيقول ثم ترجمة نانسي قنقر ثم نانسي قنقر 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 شكرا نانسي قنقر خلفي نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نعبة رعاовалي إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان بفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وطارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل الغمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض أباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا الله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تذر الظالمين إلا طلالا مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكفرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب يغفر لي ولي والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تذر للظالمين إلا تبارا الله أكبر بسم الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم الصراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تطول الإنس والجن على الله كذبا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصلا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قدنا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما زمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسخيناهم ماءا ودقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدني أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما يرتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله ورسالة ربهم سمع 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 الله ورسالة ربهم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاءا وأقوى مقيلا إن لك في النهير سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرح والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومحلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجه الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا جاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف ذاتقون إن كفوتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفقر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يطربون في الأرض يبترون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرئوا الله ورسوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا هو أعظم أجرا فاستغفر الله إن الله بفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتثير قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فحجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكفرين غيظ يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدولا وظنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهبه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبه والسكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النير إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيغن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم عرب والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يقل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحب الكبر نذيرا للمشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرا فضت من أسورا بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرا كلا إنه تذكرا فمن شاء ذكرا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرا الله أكبر سبي الله لمن حميد سبي الله لمن حميد اشتركوا في القناة 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 لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة اشتركوا في القناة بل قادرين علىها ان نسوي بنانا بل يريد الانسان ليفجر اماما يسأل ايانا يوم القيامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولى اولا لك فاولا اولا لك فاولا فاجعل من اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكفرين سلاسل واغلالا وسعيرا انا الابرار يشربون انا الابرار يشربون من كأس كان مذاجها كافورا اينا يشرب بها عباد الله اينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا سكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نطرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويضاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت غواريرا غواريرا من فضة قدروها تغليرا ويصغل فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشفورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصفر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلة طبيلا إن هؤلاء يحبون العاجلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سبيع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم الصراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم قمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسبت وإذا الرسل وقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قدير مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسخيناكم وأسخيناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل بثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللحب إنها تغمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر سيلا الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملكي عوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يستهون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يستهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ويل يومئذ للمكذبين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر الله أكبر سي الله لمن حمده الله أكبر أمام 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 اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله 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 ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أعبد الله أعبد اللهم أعبد الله أعبد الله أعبد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسعاص الخناس الذي يوسوس بي صدور الناس من الجنة والناس الله سمع الله لمن حمده اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد كالذي ترضى ولك الحمد إذا رقين ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم اجعل البرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور سدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقناء واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنك عفو تحب العفو أفعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو أفعف عنا اللهم إنا نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل من والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خذي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير المجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق الموازيننا وحق إيماننا وتقبل صلاتنا واغفر خضيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرطنا من بعده تفرطا معصوما ولا تجعل بيننا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا محروما من رحمتك يا أرحم الواحمين اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من النار اللهم يا الله دعوناك بهذه الساعة استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أرفعنا الغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أجعل بلادنا آمنا سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا وبلادنا وديننا خيرا فاجعل الخير على يديه ومن أراد بنا وبلادنا وديننا شر فاجعل الدائرة عليه اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تملغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاهم الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر وما قضيت اللهم موفي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اشحي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشحي مرضانا ومرضى المسلمين ورحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتي كل سائل سؤله برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك أنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اشتركوا في القناة